السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو جريتو how are you today ان شاء الله we will learn lesson 4 unit 3 we have new vocabulary lesson and repeat white coat white coat kitchen kitchen go out put on a jacket put on a jacket put on معناها ترتدي put on ترتدي او تضع okay pick up pick up pick up get up get up help people help people hospital hospital ان شاء الله الكلمات تكون سهلة عليك هي فيها كلمات مكررة بإذن الله تحفظها كلها وتكون كلها سهلة عليك language في الجزء ده هنتعرف على استخدام المدارع المستمرة علشان أتكلم عن أحداث بتحصل في الوقت أثناء التحدث حاجات بتحصل في الوقت الحالي في الوقت الذي نتحدث فيه الآن فوقف أفضل الأجاب من المدارع من المصد ups وبسيط سهلة هدي التحدث في الوقت لكم من أحد نوع نتحل ما هي 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 إت هي للمفرد مذكر ش للمفرد المؤنس وإت للمفرد غير العاكل you, we, they you يعني أنت أو أنتم we يعني نحن they يعني هم أنا عندي هنا I بتاخد am بقول I am I am he, she, it الضمائر المفردة كلها بتاخد is بقول he is she is you, we, they ضمائر الجمع باخد معها are you are, we are, they are أوكي طيب هكمل التكوين بتاعي الزي أنا لازم بعدهم يجيلي verb plus I energy I energy دي أساسية علشان تعرفني أن الفعل مستمر في حدوثه الآن أثناء التحدث أوكي he is going out هو خارج برة هو حاليا خارج برة he is going out أوكي they are watching TV they are watching TV هما حاليا قاعدين بيشاهدوا التلفزيون ومستمرين في المشاهدة أوكي معنى كده إننا present continuous ده زمن بيعبر عن استمرار حدوث الفعل أثناء التحدث number two to ask about what someone do عايزة أسأل على حاجة بيعملها شخص ما ببدأ سؤالي بwhat ولازم يكون الفرب عندي باردو plus ing what is he doing what is he doing ماذا يفعل أوكي هجيوب إزاي أنا عندي subject هنا مين he بعد كده is he is واجيب الفرب عندي على حسب هو بيعمل إيه he is helping people he is helping people ممكن أخذ مثال تاني what is she doing what is she doing she is teaching children she is teaching children لاحظ معايا إن الفرب بعد am و is و are لازم يكون جاي معا o y n g ده شيء أساسي خد بالك منه listen five where do you work where do you work خد بالك هنا شايف أداية الاستفهام دي where خدناها في الكلاس اللي فات where معناها أين بسأل بيها عن المكان where do you work معنى كده إننا في الليسون ده هتعرف على الأماكن places places أوكي listen and repeat farm farm garage garage hotel hotel cafe 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 fire station fire station office 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 restaurant 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 supermarket 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 دي كلها places أكيد هستخدمها في الإجابة عن السؤال اللي هو where do you work سابقوا درسنا قبل كده present simple tense present simple tense زمن المضارع البسيط واتفقنا قبل كده وعارفين إن أنا بحط بعد هي وشي وإت الفرب لازم يكون متضفلو لتر اس هي واركس هي واركس هي واركس أوكي she teaches she teaches she teaches he plays he plays he plays it dranks it dranks it dranks أوكي لازم الفرب بعدهم يكون متضفلو لتر اس ومع ضمائر الجامع I, you, we, they لازم الفرب بعدهم بيجي لي in base form يعني بدون أي إضافات تجيب الفرب في السيغة الأساسية اللي هي بنقول عليها infinitive they work they work they work in a fire station شايف هنا الفرب عندي infinitive اللي هي اسمها base form they work in an office هنا كمان عندي work برضو infinitive I play football I play football we study English we study English أهم حاجة عندي تعرف أن دمائر الجامعة كلها لازم لما الفرب بيجي لي بعدها مباشرة الفرب لازم يكون infinitive or in the base form كمان حاجة مهمة جدا عايزك تاخد بالك من ال preposition هنا in بيجي لي هنا in a قبل المكان in a fire station in an office قبل المكان fire station or an office activity one on language read and complete with the correct form أحنا تعلمنا وعارفين أن أنا عندي الفورم اللي بتكون between practice بالشكل ده أنا بعمل لها correct بعمل لها تصحيح the web designer work is on an office on احنا اتفقنا أن هي on no in the firefighters عندي هنا fire fighters plural noun اسم جامعة خد بالك هنا من الاس work is in a fire station احنا اتفقنا أن ال verb بعد الاسم الجامعة أو ضمائر الجامعة لازم بيكون في صيغة of course infinitive فهقول work she work in a supermarket أنا هعمل هنا correct لشي عندي هنا ال verb infinitive معنى كده أننا لازم الضمير اللي عندي هنا يكون من ضمائر الجامعة أو اسم جامعة هستبدل الضمير شي المفرد بأي ضمير جامعة ممكن أقول I انت ممكن تقول they ممكن تقول we ممكن تقول you أي ضمير من ضمائر الجامعة هيكون صح listen sex places in our community دي بعض الأماكن اللي موجودة في المجتمع بتاعنا community يعني مجتمع listen and repeat market market food town town park play grow look after animals look after animals sick people sick people teacher teacher الكلمات دي مهمة جدا ومهمة كمان أنت تكون حفظها هناخد مع بعض دلوقتي كلمات lesson seven lesson seven عندنا هنا فيه برضو مجموعة من المهمة جدا كمان عندنا فيه جزء من الجرامر المهمة جدا ان شاء الله يكون بالنسبة لك بسيط listen and repeat listen and repeat wash handis wash handis wash handis dinner 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 put on a helmet put on a helmet put on a helmet خذنا كمان put on في الدرس اللي فات كنا بنقولها put on مع put on a jacket بمعنى يرتدي put on يرتدي go shopping go shopping do gymnastics do gymnastics خد بالك من الفيرب مع النون يعني هنا انا الشو بينج استخدمت معاها الفيرب جو gymnastics استخدمت معاها الفيرب دو اوكي اهم حاجة ان انت تستخدم الفيرب المناسب مع النون المناسب do homework do homework go swimming go swimming play computer games play computer games كلمات سهلة حاول انك تحفظها والاهم ان انت تحفظها verb مع النون days of the week ايام الاسبوع ودي سبق ودرسناها قبل كده والمفروض ان انتو كلكم حفظينها بس تعال نراجع عليها وكمان هقولك على حاجة مهمة جدا فيها saturday saturday sunday sunday monday monday tuesday tuesday wednesday wednesday thursday thursday friday friday اهم حاجة عايزك تعرفها ان احنا دايما بنستخدم حرف الجر on قبل ايام الاسبوع قبل ايام الاسبوع يعني انا بقول on sunday on monday on friday دايما تستخدم on قبل ايام الاسبوع choose the correct words i go shopping next to on in the weekend the weekend بيجي قبلها حرف الجر on هقول on the weekend on the weekend i do my homework for after on school at five o'clock yes after school بعد المدرسة احنا خدنا في الماس after and before كلمة after معناها بعد after school at five o'clock i do gymnastics before after on when it's days when it's days هنا دي ايام الاربعاء اكي اتفقنا ان انا هاخد معاها حرف الجر on i put my helmet before after on i ride my bike i ride my bike المفروض ان انا بستخدم او برتدي الهلمت بتاعتي before i ride my bike قبل ما اركب الدراجة بتاعتي في الجزء ده تعال نتعرف مع بعض ازاي او ابتا بستخدم اداة الاستفهام when 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 معناها متى واخدناها في الدرس اللي فات when بسأل بيها عن الوقت to use wh question to ask about routine هسأل بيها عن الروتين اليومي اتمنى ان انت تكون ذكرت الدرس اللي فات اللي خدنا فيه ادوات الاستفهام ولو فاتك هتلاقي الرابط موجود تحت فيه صندوق الوصف طيب في البداية اول حاجة انا هستخدم when هستخدم when واتفقنا قبل كده ان انا لما بستخدم question word لازم بيجيلي بعدها auxiliary verb when does طيب ال auxiliary verb ده بحدده على اساس السبجكت اللي عندي when does he play with her friends هو امتا بيلعب مع اصدقاء وانا هنا بسأل على التوقيت اوكي طيب انا في الاجابة بتاعتي هو محدد لي في الجزئية دي انا مش هستخدم time يعني مش هقول مثلا at seven o'clock at five o'clock لا انا هستخدم توقيتات تانية عندي on وعندي after وعندي before هقول هقول he plays he plays with her friends after school after دي انا حددت بيها time حددت بيها الوقت اوكي after school يعني بعد المدرسة تمام خد بالك هنا عندي هنا الجملة دي زمنها present simple علشان كده عندي ال verb جالم تضف له اس بعد he فمهم جدا ان انت تكون عارف التوقيتات دي on after before علشان تقدر تجاوب على السؤال ده اتفقنا ان on بجيبها قبل days of the week قبل ايام الاسبوع كلمة after يعني بعد كلمة before يعني قبل number two when do you go after school السؤال ده في خطأ احنا هنصححه مع بعض when do you go swimming انا هشيل after school دي وهكتب مكانها كلمة swimming هي بس خطأ هنحاول نصححه مع بعض when do you go swimming when do you go swimming هي هنا بتسأل عن معاد ذهابها للسباحة قالت لها i go swimming on fridays on fridays ايام الجمعة استخدمت معها ايه on استخدمت حرف الجر on choose the correct word between practice i put do go on my helmet before i ride my bike اوكي عرفت ليه انا قلتلك لازم تحفظ الverb المناسب مع النون المناسب اوكي i put on i put on my helmet انا هستخدم كلمة put عشان put مع on بتديني معنى يرتدي number two he makes goes put shopping on the weekend عندي هنا shopping انا بستخدم الverb المناسب مع النون المناسب من الverb هنا المناسب مع shopping he goes shopping number three she washes sees plays with her friends after school yes she plays with her friends i go but wash my hands before dinner yes of course i wash my hands before dinner lessons night and ten ودي اخر lessons موجودة في unit three فيها بعض الكلمات المهمة جدا وسهلة جدا ان شاء الله listen and repeat laptop laptop printer 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 computer 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 tablet 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 cell phone cell phone keyboard 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 كل الكلمات دي تندرج تحت كلمة technology 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 اللي هي الوسائل اللي احنا بنستخدمها في حياتنا دلوقتي for example computer tablet printer keyboard كل الحاجات دي technology we have extra vocabulary find out find out ده مصطلح على بعضه بمعنى يكتشف find out information 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 email email send send games for example design 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 يصمم website 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 look for look for receive 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 وصف الطعم activities on lesson nine and ten activities دي كلها سهلة جدا ان شاء الله تاخدها كلها homework هتكون سهل عليك كلها بإذن الله لو ذكرت الدرس كويس جدا وحفظت الكلمات نحن حاليا مش نقدر نحلها مع بعض علشان كلها تدريبات على الفوكابلوري فانت لو مش حافظ الفوكابلوري مش هتقدر تحلها ولا هتقدر تتفاعل معي انت زاكر الفوكابلوري كويس جدا وحلها هتلاقي نفسها بتحلها بكل سهولة هنا هنا تدريبات كبيرة جدا وتنوع على يونت ريب الكامل زاكر اليونت كلها وحل التدريبات ولو في اي حاجة صعبة عليك ابعثني على التليجرام هتلاقي الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو و لو عايز تشوفنا تاني اشترك بالقناة وفعل الجرس اشوفكو دايما بخير ستادي هارد سيو ليتر باي باي اشتركوا في القناة